أعلنت مصر عن بدء تصنيع اللقاح الصيني لفيروس كورونا محلياً في مصانع تابعة لوزارة الصحة المصرية وذلك بعد جولات ومفاوضات بين الجانبين المصري والصيني وحول تجارب التصنيع في مصر ألتقي ضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أهلاً بحضرتك دكتور أحمد أهلاً بك أستاذ نسما أهلاً بحضرتك في البداية لماذا سعت مصر لإنتاج اللقاح محلياً؟ حضرتك عارفة أن الكوفيد غير فكر صناعة الدواء في العالم لحد كبير وأصبح الاهتمام بصناعة الفكسين اهتمام كل العالم الحمد لله رب العالمين تجربة مصر مع الجائحة بتاعة كوفيد أظهرت مدى قوة قطاع الدواء المصري ومدى الثقة في فعليته ومدى استجابته لتغيرات لاحتياج المريض بسرعة الحقيقة كانت تحسب لي صناعة الدواء المصرية وتحسب لي الأجهزة والدولة المصرية في إزالة كل المعوقات أمام صناعة الدواء نتيجة هذه الثقة الشركات العالمية التي توصلت لتطايم أو بكسين للكوفيد أصبحت تبحث عن مصانع لزيادة الطاقة الإنتاجية نتيجة احتياج العالم لكميات كبيرة من البكسين فكان من ضمن هذه الشركات اللي الشركة الصينية اخترت مصر تبقى أحد الدول التي تساهم في إنتاج الفكسين الخاص بالشركة الصينية مصر حصلت على 1400 لتر من المادة الخام هل المادة الخام غير متوفرة في مصر أم أنها تركيبة دوائية لتفسح الدول المصدرة عن سرها حضرتك 1400 لتر مادة خام دول هو صناعة أي منتج حديث أو اختراع جديد أو تصوء أو منتج جديد عشان أنقل التكنولوجيا بتبدأ على عدة مراحل المرحلة الأولى بجيب أنا المادة الخام اللي هي 1400 لتر اللي حضرتك تكلمت عليهم دول بيتم تخفيفهم وتعبئتهم ده مرحلة أولى مرحلة تانية بننقل التكنولوجيا بحيث يتم إنتاج المادة الخام أو اللي هو الفيروس المضعف أو المقتول في مصر إن شاء الله وهناك خبراء صينيين موجودين حاليا بحيث يبدأهم في المرحلة الأولى من الصناعة اللي هي من المادة الخام ثم بعد هذا إن شاء الله سيتم إنتاج المادة الخام في مصر دكتور أحمد هل البنية التحتية لصناعة الدواء في مصر قادرة على إنتاج اللقاح بكفاءة؟ المادة التحتية حاصلة على اللي هي شهادات الجودة العالمية موافقة منظمة الصحة العالمية يعني قبل الاتفاق النهائي ما بين المصر واللقاح وبين الشركة الصينية حصلت تفتيش ومتابعة من منظمة الصحة العالمية حتى يتم التأكد من مقدرة الموقع المرشح للصناعة أو لصناعة البكسين إن هو يقوم بهذه المؤامة فتمت هذه كل الخطوات هذه تمت وبعدين أحب أقول لحضرتك معلومة الحمد لله بالنسبة للصناعة الدواء المصرية الأول مرة في تاريخ الحديث لمصر إنها تصدر دواء للهند بعد الجائحة اللي اكتحت الهند مؤخرا وتم تصدير أصدا دواء مصري أو مصنوع في مصر للصين رغم إن الهند والصين عندهم ممكن بحجم المصانع أكبر بكتير من أي دولة في العالم ومع هذا نتيجة ثقة المشتهلك أو المسؤول صاحب القرار في الهند وصاحب القرار في الصين فتم الاتفاق على أن هم يستوردوا بعض احتياجاتهم من المصانع المصرية فإن العاوز أوصل له الحمد لله رب العالمين أصناعة الدواء المصرية حاليا على مستوى عالمي يتطبق كل الاحتياجات والقرارات والتحذيرات والمتابعة بالنسبة لصناعة الدواء هل إنتاج كميات كبيرة زي ما هو معلن عنه أنه 20 مليون جرعة في أول في الربع الحالي و40 مليون جرعة في الربع الأول من 2022 هل إنتاج كميات كبيرة بيؤثر على إنتاج فاكسيرا من لقاحات وأمصال أخرى؟ لا إطلاقا لأن معمول خط جديد للقاح الصيني أو موقع جديد فلا يؤثر إطلاقا حتى لو فيه احتياج أن هم بيوسعوا الطاقة الإنتاجية بيتم توسيع الطاقة الإنتاجية في فترة وجيزة جدا الحقيقة يعني هو المنظومة قطاع الدواء حاليا منظومة متكاملة ما بين الصناع وما بين هيئة الأدوية الهيئة العالية أو الهيئة المصرية للأدوية وما بين الدولة أو أجهزة الدولة بكل قطاعات اهتمام شديد وأولوية مطلقة لقطاع الدواء لتيجة الجائحة وجدوا أن قطاع الدواء هو قطاع من القطاعات الأساسية في استقرار أي مجتمع مصر طلقت جرعات من لقاح سينوفارم لماذا التوجه لإنتاج سينوفارم لا هو التوجه لإنتاج أي فاكسين يعني هو تم أول تعاقد تم اللي هو مع سينوفارم اللي هي الشركة الصينية وتم تعاقد آخر مع اللقاح الروسي في أحد الشركات المصرية سيتم برضو الإنتاج خلال فترة وجيزة إن شاء الله وهناك شركات أخرى تتفاوض مع بعض الشركات المصرية لتصنيع اللقاح في مصر ممكن مصانع أخرى هي تصنع لقاحات مع فاكسيرا في مصر؟ في بعض المصانع عندها إمكانية التصنيع نعم في بعض المصانع عندها إمكانية التصنيع من أول مرحلة يعني هما من البداية خالص بمعنى أنه هو يخلق البروتين الخاص بالفايروس عندنا إمكانيات عندنا بعض المصانع المصرية إن شاء الله عندها هذه الإمكانية طب في حالة الإنتاج محليا يا دكتور مين اللي هي تحمل التكلفة إذا دخل فيها القطاع الخاص؟ لا هو حتى الآن الدولة هي اللي بتتحمل التكلفة ما هو عندنا شقين إما استهلاك محلي في الحالة دي الدولة هي اللي هي تحمل التكلفة حتى الآن أو تصدير لبعض الدول اللي بينها وبين الشركة الأم اللي هي صاحبة الاختراع التفاقيات وغالما هيبقى هو التوجه لتغطية احتياجات الدول الأفريقية أما كتكلفة اللي بتحملها لو استهلات محل الدولة المصرية حتى الآن أو تصدير وبالتالي الحكومات أو الجهات الدعم الدولية هي اللي بتحمل التكلفة طيب دكتور أحمد بعيدا عن اللقاح ما سبب عدم توفر عدد من الأدوية الخاصة ببرتوكولات علاج فيروس كورونا من الصيدليات حتى الآن التوفر بنسبة 100% ما فيش أي نقص على الإطلاق 100% دكتور 100% إن شاء الله مع عدد بعض الحاجات اللي هي بعض الأدوية مش عاوز أسر أسمعها نتيجة إن هي دي بتستورت في دواء معين بتستورت نتيجة إن هو كان المعدل استهلاكه ضعيف جدا أصبح هو ريكماندد مع الحالات المتأخرة أو يعني بينصح به مع الحالات المتأخرة في المرض فده نتيجة الإقبال أو تغير حجم الاستهلاك العالي جدا الغير متوقع أصبح جزء من النقص فيه لكن الشركة المنتجة وهي الشركة السوسرية بتحاول تلبيت الاحتياجات السوق بأسرع ما يمكن يعني مبقى عملية مثلا أسبوع ناقص عشر قيام ناقص ثم المريض يجده أما باقي الأدوية فكلها متوفرة والحمد لله رب يعني البعض بيتخوف من البديل المصري للدواء المستورد لماذا؟ أحقول لحضرتك يمكن هذا الانطباع كان موجود قبل الجائحة بتاعة كوفيد لأن كان مفيش تسليط ضوء أو ضوء مسلط على صناعة الدواء في مصر بعد الجائحة تم تسليط الضوء على صناعة الدواء وأصبح المواطن عنده معرفة كيفية أو مراحل الانتاج ومراحل الرقابة ومراحل الالتجام وبالتالي أما أخذ أما استعمل أدوية مصرية في الجائحة والحمد لله جابت معا نتيجة فده برضه أعاد جزء كبير من الثقة لدى المواطن بالنسبة للدواء المصنع في مصر وبعدين حضرتك العنصر النفسي ده اللي هو كان موجود أن أقول أنه هو أزيل بنسبة حوالي 90% حاليا هو عندي فئة معينة أو فئة صغيرة جدا من المجتمع لأن الدواء المصنع في مصر بيشكل 90% من استهلاك الدواء للمريض المصري والمستورد 10% فقط لغير فده بالواقع هناك صغيرة وهذه الأدوية تؤدي نتائج رائعة أو نتائج المرجوة إن شاء الله أشكرك دكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواب التحاد الصناعات شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي ألف شكرا جزيلا لكم مني بارك لك